هذا ويشكل بدء العمليات التشغيلية في مبنى المسافرين نقطة تحول مميزة في قطاع الطيران في مملكة البحرين لهذه النقلة الوطنية في قطاع النقل الجوي عوائد اقتصادية واستثمارية كبيرة تصب في صالح الاقتصاد الوطني نجاح جديد يضاف إلى سلسلة إنجازات حكومة مملكة البحرين من خلال رسالة إيجابية لدول العالم عن تميزها في إدارة مشروعاتها الاقتصادية الاستراتيجية في ظل ضغط جائحة كورونا على الميزانيات العامة بالدول حيث مثل مبنى المسافرين الجديد ضمن مشروع توسعات مطار البحرين الدولي رسالة بالغة الدلالة تعكس تفوق خطط التحفيز الاقتصادي التي أطلقتها الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ويعد برنامج تحديث مطار البحرين الدولي من أضخم الاستثمارات في تاريخ قطاع الطيران بالمملكة وهو يأذن بفجر عهد جديد لمفهوم النقل الجوي في البحرين كما أنه أحد أضخم المشاريع الوطنية التنموية وأهمها في قطاع الطيران منذ أكثر من عشرين عاماً إذ يبلغ حجم الاستثمارات في المشروع ملياراً ومئة مليون دولار أمريكي وسيتم خلال الشهور القادمة من هذا العام البدء في تقديم خدمات الطيران الخاص لرجال الأعمال وأصحاب الطائرات الخاصة من خلال مبنى الطيران الخاص ما يشكل قوة دافعة رئيسية لقطاع التجارة خاصة في ظل النمو الاقتصادي المطلد كما سيدعم نمو قطاع السياحة والسفر لعقود قادمة هذا ويمثل افتتاح مبنى المسافرين الجديد أحد أهم الأسس للبرنامج الضخم والشامل لتحديث مطار البحرين الدولي والذي صمم خصيصاً للارتقاء بالمكانة الاستراتيجية للمطار وتحفيز النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات وهو ما يتفق مع أهداف رؤية البحرين الاقتصادية 2030 الرامية إلى إرساء ركائز اقتصاد أكثر استدامة وتنوعاً من خلال تنويع مصادر الدخل يمتد مبنى المسافرين الجديد على مساحة تبلغ 210 ألاف متر مربع بما يعادل أربعة أضعاف المبنى الحالي كما سيسهم في مضاعفة السعة الاستيعابية للمطار لتصل إلى أربعة عشر مليون مسافر سنوياً ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر